مقولة بوتين نحن لا نمثل فرق إطفاء يعني لن نكون قادرين على لعب دور فريق الإطفاء في كل شيء هنا ألا يفهم من هذه الكلمة أن روسيا ترفع يدها عن حليفتها إيران إذا ما خرجت من الاتفاق النووي بأي تصرف من هذه التصرفات التي تشير إليها هنا أو هناك مثل المقولة التي جاءت على لسان خامنئي لا مثل ما قلت حتى هذه المقولة من سيد رئيس بوتين هي بعتقد على كل أنه كانت مواجهة لأمريكان قبل كل شيء ومنذ البداية من خرج من الاتفاقية النووية هم أمريكان الذين خرجوا فكل ما تفعله الآن إيران هو رد الفعل وموسكو تفهم ذلك تفهم تماما نعم روسيا تنصح تنصح لإيرانيين أن لا يرد بالمثل روسيا تنصح لإيرانيين أن يكونوا أحدى مما تحاول أمريكا أن تستفزهم ولكن هذا ليس استياء هذا ليس غضب أما هي نصيحة لكن عندما تصدر هذه المقولة من أعلى رأس في النظام الإيراني هذا معناه أن إيران في سبيل الخرج من الاتفاق النووي نعم ولكن من استفز الإيرانيين ومن بدر بذلك هو دونالد ترامب ما فعل كل هذا ترجمة نانسي قنقر